بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المصيرين سيدنا محمد على آله وصحبه أدمعين معكم أهلا سيد محمد السيد السلاموني أهلا ومحبا بكم على قناة STC مع كورس التطبيق العملي للتداول على منصة IQ Option عنوان محاضرة اليوم كيفية فتح حساب على منصة IQ Option في صندوق الوصف هتلاقي رابط تحميل المنصة أول ما هتدوس على الرابط سوف يظهر لك هذا الشكل اللي قدامك ودلوقتي هناخد مع بعض خطوة بخطوة إزاي نفتح حساب على منصة IQ Option للخيارات الثونئية الخطوة رقم واحد هندوس على الأيكونة الموجودة جهة اليمين من الأعلى هنلاقي إن المنصة لا تدعم اللغة العربية وبالتالي إحنا هنختار English طبعا المنصة عشان تتداول عليها مش محتاجة إنك تكون متمكن أو في الإنجليزي يكفي معرفتك لمصطلحات التداول الخطوة رقم اتنين هنضغط على sign up التسجيل سوف يظهر الشكل الذي أمامي أول حاجة نسجل الاسم الأول وبعدين الاسم التاني وبعدين نضع الإيميل أو رقم الموبايل وبعد كده ندخل password اللي هيكون حسابك به وده حاول تحفظه في مكان وهو عتنساه وما تخليش حد غيرك يعرفه وبدوس عند علامة صح دي على أساس إن ده إقرار مني إن أنا أكبر من 18 سنة وهلتزم بالشروط والأحكام التي تقررها المنصة وقواعدها الخصوصية وبدوس على open an account for free بعد ما بيخلص معاك الأكاونت اللي أنت عملته سوف يظهر هذا الشكل اللي قدامك ده هتلاقي المنصة فتحت لك حساب تجريبي قيمته وعشر تلاف دولار تقدر تستخدمهم في التدريب على التداول على المنصة قبل ما تفتح حساب حقيقي الخطوة رقم 3 أول ما هتدخل على المنصة هتلاقي واجهة المنصة اللي أنت هتتداول من خلالها بالشكل اللي قدامك ده لكن قبل ما أدخل في تفاصيل عمل المنصة لازم أرجع تاني للموقع نفسه عشان أفعل حساب الخاص لإني أنا لو مش مفعل حسابي ومعمول على حسابي علامة صح بريفايد مش هقدر أسحب أي فلوس من المنصة أي مبلغ هكسبه من التداول مش هقدر أسحبه إلا إذا كنت مفعل هذا الحساب حتى فلوسك نفسها اللي أنت أو دعتها مش هتقدر تسحبها من غير ما تكون مفعل حسابك الخطوة رقم 4 هنرجع للويب سايت مرة أخرى من أجل تفعيل الحساب بس حابب أنبهك إنك ممكن عشان توصل للصفحة دي محتاج كده خطوة لأنك ممكن كده الخطوة رقم 5 هندخل بعد كده على خطوات توثيق الحساب وفيه فرق بين تفعيل الحساب وتوثيق الحساب اللي عد ده كان تفعيل الحساب أما توثيق الحساب عشان أقدر أعمل عمليات إداء وعمليات سحب بشكل قانوني على المنصة بدون أي مشاكل لازم أعمل عملية توثيق لحسابي وده فيه مصطحة كبيرة جدا لك لأنك من خلال التوثيق بتثبت ملكيتك الشخصية لهذا الحساب ويفضل إنك تحط صورة لك بعد كده تدخل على تفعيل الحساب هتجي لك رسالة هيخبرك من خلالها أن المنصة أرسلت إليك رسالة على الإيميل اللي أنت سجلت عليه الرسالة دي فيها كود التفعيل اللي أنت هتفعل بحسابك هتحط الكود في المستطيل اللي قدامك ده هتدخل على الإيميل الخاص بيك هتلاقي الرسالة اللي المنصة أرسلتها إليك وفيها كود التفعيل اللي من خلاله يعتبر تأكيد للإيميل الخاص بيك هتحط الكود وبعد كده هتدوس continue هتظهر لك الرسالة دي Activision والساكسفيل كده يبقى انت فعلت حسابك او الخطوة عن طريق الايميل بس لسه في خطوات تانية والحد دلوقتي لسه الحساب لم يتفعل عشان كده هرجع تاني للتفعيل الخطوة الثانية في التفعيل عن طريق الموبايل هحط رقم الموبايل هنا عند خانة phone number هيبعت لك عليها كود هيبعت لك عليه كود اول ما هتسجل الكود في الحساب هيتفعل في الخانة اللي هي enter sms code وتدوس على continue وبكده يكون عندهم الحساب يتفعل وبعد ما دخلت الكود اللي جالي فعلا الكود صح الخطوة رقم 6 هي دي اهم خطوة المنصة بتطلب منك المعلومات الحقيقية عنك الاسم الجنس تاريخ الميلاد اسم البلد اللي انت اتولدت فيها والمدينة وعنوانك اللي انت مقيم فيه حاليا لازم تكتب كل حاجة بالتفصيل بالزبط وصحيحة بنسبة 100% يعني كل بياناتك الشخصية كاملة وصحيحة عشان يبقوا عارفين مين الشخص ده اللي قاعد على الحساب وشغال عليه وانه مش جهاز ريبوت عشان كده لازم تكون البيانات صحيحة ودقيقة كما في البطاقة الشخصية او في البصبور اي ان كان لان انت بعد كده سوف ترسل الى المنصة ما يزبط شخصيتك سواء بطاقة الهوية او البصبور الشخصي بتاعك عشان تقدر تاخد علامة اسمها ودي معناها ان حسابك موسق بصورة قانونية وبشكل رسمي بعد كده هتقدر تشتغل على الحساب وتتعامل بصورة رسمية سواء بالاداع او السحب وجميع انواع المعاملات على المنصة هتكون متاحة لك ما دام حسابك متوفق بصورة رسمية وقانونية على الابليكيشن القدامي باختاري النوع من هنا ذكر او انفة بنكتب هنا تاريخ الميلاد وبنكتب الاسم الاول والاسم الثاني كما هو موجود بالبطاقة تماما ثم من هنا البلد وبعدين المدينة اللي انت مقيم فيها وهنا الجنسية وهنا هنختار البوست الكود كود اقرب مكتب بريد خاص بي لو مش عارفه هدخل على جوجل واكتب اسم المدينة اللي انا مقيم فيها ولتكن الاسكندرية مثلا اكتب بعدها بوست الكود هيظهر رقم كود المدينة اللي انت مقيم فيها هاخده كوبي بيست في المكان المخصص اكتب ادريس اوف الريسدينس عنوان الاقامة هكتب هنا العنوان اللي انا مقيم فيه حاليا زي ما هو مكتوب في بطاقة الهوية او البزبور ولو انت معاك الجنسية الامريكية هتعمل علامة صح في المكان ده ولو مش مواطن امريكي هتسيبها زي ما هي كده عشان استخدام المنصة في امريكا له قواعد وشروط معينة بعد كده هتدوس سيف كونتينيو هتلاقي اتبعت لك رسالة بتقولك your profile has been هتدوس كونتينيو اما الخطوة السابعة وهي اثبات تحقيق الشخصية بمعنى ان المنصة بتطلب منك ما يزبط بياناتك الشخصية وبالتالي المنصة محتاجة مستند رسمي يزبط صحة جميع البيانات السابقة اللي حضرتك سجلتها بالتالي مطلوب منك صورة بطاقة هوية او صورة بصبور يكون اسمك كامل ظهر فيها ويكون واضح فيها تاريخ انتهاء المستند الرسمي اللي انت بتقدمه ويكون واضح فيها صورتك ويكون ظاهر رقم المستند سواء رقم البطاقة او البصبور وتاريخ الميلاد والعنوان ولو فيه اي حاجة محتاجة توقيع يتم التوقيع عليها وفيه فيديو على المنصة قدامك ههو بيقولك شوفه عشان تعرف ازاي تصور المستند وازاي تبعته ولو فتحنا الفيديو هللاقي شروط المستندات اللي انت هتبعتها هتلاقيه اول حاجة بيقولك ان الحجم ما يزيدش عن تمانية ميجا بايت لو عشرة ميجا بايت مش هيتقبل وبمجرد ما هيتم ارسالك لإثبات شخصيتك بالشروط اللي احنا شفناها في هذا الفيديو القصير بتكون انت مصور المستند وبعته هتدوس upload the comments بعد كده هم هيردوا عليك ويعرفوك ان كده خلاص حسابك توفق النقطة الثامنة والاخيرة بعد التوصيق هي كيفية عمل ايداء على المنصة وهذا ما سنتكلم عنه في المحاضرة القادمة ان شاء الله انما دلوقتي هنكمل بايت استكشاف المنصة هنشرح طريقة عملها بالتفصيل زي ما قلنا افضل شيء ان انا نزل الapplication الخاص بالمنصة على اللابتوم عندي افضل من ان انا نزله على الapplication mobile او الويبسايد مباشرة هدخل على المتصفح وحمل الapplication على الجهاز هتلاقي تحت جهة اليمين مكتوب download for windows هزر عندك علامة التحميل وهدوس start download وهامشي مع الخطوات خطوة بخطوة لغاية ما الapplication يتحمل عندي وبعد كده نكون جاهزين لاجراء عمليات التداول الى ان نلتقي في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي انا معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلم الارياضيات والتحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والاعمال واذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وغركاته